السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على جميع من يشاهدنا من قريب ومن بعيد نصبحهم بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله ذلك الجيش جميعا بكل خير وسرور ومحبة وهو يقام كم من محنة يعقبها منحة ما في حاجة تصيب الإنسان إلا حتى يعيد النظرة ويعيد الهجمة كم من الناس كثير أو أغلبية الناس كانوا في سباق مع الزمن ونسوا أن هناك ظروف ممكن تعطلهم في لحظة واخرى بين الفينة واخرى ما كان حد يدري بها الجائحة مثلا العام اللي يسعى ويريد يفتح مشاريع والتاجر يبغى يكوسع من تجارته وحنا نسعى في هذا الدنيا والله سبحانه وتعالى له حكمه يأتينا رمضان مثلا في السنة حتى يقيدنا بنظام معين وهيكلة جديدة وتنظيم جديد من شان صحتنا والتقرب إليه سبحانه وتعالى وهو غني عننا فلذلك المرض لما يأتي تحمد الله سبحانه وتعالى ثم تعيد الهجمة كذلك الفريق في الميدان إذا هجم الهجمة الأولى الثانية وأخطت قال راجع الهجمة وراجع يخطط من الآن الآن نحسب للزمن حساب ما هو الحساب؟ نحسب اليوم الصحة نحسب اليوم السقم لا سمح الله نحسب المال حق اليوم نوفره لغد وإلا كلهم يتكفل الله سبحانه وتعالى بالأنفس من صغيرها إلى كبيرها من غنيها إلى فقيرها والله سبحانه وتعالى يجعل الناس في صف واحد حنا عند الله سبحانه وتعالى سواسية عند الله أنا أكرمكم عند الله أتقاكم فعلينا أولا أن نتبسك بعروة الله سبحانه وتعالى ومن كان همه الخوف من الله سبحانه وتعالى والله لا يوجد عليه خوف ولن يخاف مهما كان الأمر ليه؟ لأنه عمل بما أمره الله سبحانه وتعالى إذن يرزقه الله سبحانه وتعالى بموعده فلكن ما ننسى ولا تنسى نصيبك من الدنيا نعمل مع الله سبحانه وتعالى أعطانا الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة كان الله سبحانه وتعالى الذي خلق كان يقدرها واجعلها في وقت واحد وترك البقية لكن يخشى علينا من النسيان والفساد فلذلك حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم نمشي في مناكب الأرض ونطلب الرزق ثم ننام ثم نقوم لو كانت سعادة دائما لا نسينا الدين ولو كانت عبادة دائما لا نسينا عملنا والإنسان ما بين المد والجذر وما بين السعي وما بين الكد فعنا الآن نقول أولا أسأل الله الذي لا إله غيره أن يكون في عونكم يكون في عون الدولة أولا وأن يحفظ الدولة لنا قائدا وشعبا ليه لأن فعلا تعاملنا أنا شفت منظر بسيط وهذا لا يعني لا يقتدى به مثلا في دولة ما ما أدري والله أي دولة حتى يأخوا تطعيم ولقي واسطة يعطونه إحبال يطلعونهم على الدريجة للدور الرابع حتى يعطونه تطعيم هذا اللي لقي واسطة شاهدت أنا بس والله ما أدري فين علشان عندها واسطة يعطونه حبل ويضربونها من بر الشبك حنا عندنا يقولون تعالي لأجي نبيه قدام السعودي وعندنا ناس يقولون يا لأت إنما نسافر حتى نطعم ويبكون بكا كم تكلفهم هالأبره فالحقيقة الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذا البلد حكومة وشعبة ونقول للمدرسين ومسؤولين التعليم والأهالي أسأل الله أن يعينكم وأن يكون في عونكم حتى تقفون صفة مع أبنائكم وحتى تتأقلمون مع الحدث الجديد كما تأقلمتم في أيام الجائحة مع المنصة والتعلم من بعد ففعلا أنتم ستواجهون بعض الإشكاليات لكن ستتأقلمون وأولادكم بعضهم انكبوا بعض أنا ما أقول كلهم على الجوالات وأتعبتهم وأمرضتهم وشاهدنا ما شاهدنا الآن يعودون للدراسة فلذلك ما كلها فرح ولا كلها حزن الدنيا بين المد والجدرس كما قلنا فأسأل الله أن يكون في عوننا وعونكم جميعا ولكن الهدف الأول والأخير هو تقوى الله هو تقوى الله هو تقوى الله وصلى الله وسلم على المدين محمد وصلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد سأكم الله خير